بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين أهلا ومرحبا بكل مشاهدينا الكرام مشاهدي قلوب عامرة ومشاهدي كتاب قلوب عامرة وكتابنا إحنا بنبتدي مع حضراتكم الموسم الجديد وإحنا ممتسلين للأمر الإلهي وردت للقرآن ترتيلة وإحنا بنذكر حضراتكم إن إحنا الرواية اللي بنقرأ بيها هي رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل هي دي الرواية اللي احنا بنقرأ بيها بنعلم بطريقة بسيطة جدا مفهاش أي نوع من التعقيد بنعتمد في طريقتنا على التلقين بنصحح الآيات وإن شاء الله نساء الله سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق والقبول الدائم وإنه يعين على إتمامي هذا العمل الشريف وإحنا متوقفين عند هنبتدي النهاردة الصورة اللي عليها دور صورة النبأ فحضروا مصاحفكم معنا ونبتدي إن شاء الله التصحيح مع بعض زيكم عاملين إيه؟ معنا النهاردة بقى قراء جدد معنا الزهراء ما شاء الله زهراء ما شاء الله من أهل القرآن معنا كمان مريم ومعنا لانا أهلا وسهلا مع المجدد بتاعتنا القديمة فيلا على بركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عما يتساءلون عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أنا حبتدي بأنس الأول وبعدين أدخل على العرى إلى أستاذ أنس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم كمّل يا لارا الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم فين النون لازم أعمل توسط عشان لو ما عملتش توسط النون إيه مش هتبان من صفاتها كده كلا سيعلمون 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 ثم كلا لأ ثم ميم ألف دي ميم بس في أنا عندي هنا إيه حكم الميم هنا إيه اللي عارف فيه رفع إيده وبعدين حسن هم قول يا زهراء تبقى نون مشددة حكمة تغنى مرة حول حركتين حركتين النون مشددة يعني إيه حرف مشدد عشان نراجع اللي خدناه قبل كده الحرف المشدد في اللغة العربية يعني حرفين اتنين في بعض أول حرف ساكن وتاني حرف متحرك فسم أصلها لو أنا بفك السم دي هتبقى ساق وميم ميم تمام ميم ساكنة وميم متحركة يتضموا الاتنين مع بعض يبقوا مشددتين يبقى الحكم بتاع الميم المشددة زي حكم النون المشددة ده الغنى عشان كده بقول إيه ثم كلا ثم يلا يا سارة أخبارك إيه يا سارة نسيتي ولا لسه فاكرة القواعد طب يلا عم يتساءلون لأ أنا ما عنديش ألف عم يتساءلون وفينا الأربع حركات الأربع حركات بتوع المد عم يتساءلون عن النباء العظيم كمّل يا شروق الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون يلا يا زهراء عم يتساءلون لا كده كتير كده كتير لا 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 يا زهراء ما شاء الله عليك لكن دول أربع حركات أنا القرآن ده بيعلمني النظام لانضباط مدد الأحكام بمدد زمنية مش بمزاجي بقى مد إحنا بنقرأ كما قرأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم النبي عصد والسلام الصحابة القرآن والصحابة علموا للتابعين وبعد كده إلى أئمة القراء وهكذا إلى أن وصل إلينا عن طريق مشايخنا بالإيه؟ بالاتصال المتصل بالسند المتصل إلى سيدنا رسول عيسى والسلام فالعلم ده ما فيهوش تأليف فيه اتباع خدنا تلقيني وبنقرأ كما علمه النبي عيسى والسلام فإحنا هنا أمجي أمد أمد بهوايا ولا أمد بالقعدة اللي أنا عارفها طب أنتوا فاكرين قواعد المد حروف المد كم حرف؟ هي آدم تلاتة الألف والو والياء طيب لما بيكون حرف المد جاي وراء همزة في نفس الكلمة ده مد بنمده كم حركة؟ في نفس الكلمة لا أ hostisch كلمة لما أقول أه في نفس الكلمة من مد كم حركة؟ حركة لهي العد واحد اتنين تلاتة أربعة أو بحرك إيدي كده أو بعمل كده بعد كده زي ما قلتلكم بقلبك وحتزبط وقوي العد هي عبدالل أربع حركات أربع حركات الزهراء قرأتها ماشاء الله لكن مدت عدت الستة حركة لا ده مد بنساميه مد إيه مد إيه ده محدش يتكلم مد متصل أيهم مد متصل اسمه مد إيه واجب أربع حركات تمام مد متصل للواجب أربع حركات خلاص يلا يا زهراء عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون يلا يا سادن كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون سادن الهوى ما نطلعهوش من الأنف وأنا قاعد عامل كده وأقرأ وطلع الهوى كله من الخيشوم لا ما طلعش الهوى من الأنف يلا يا عبد الله عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون يلا يا مريم عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أحسنتي يلا يا آدم ها منصوره هو بدري شوي عشان تلحق تنال يلا بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون جميل ننتبه لهذه النقاط المهمة وصدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات قائدا ودليلا وإماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم أمين يا رب العالمين اللهم أمين يا رب العالمين اشتركوا في القناة